السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد في مطبخ سليب حسنا كانت منى اخواتي يلقاكم هاد الفيديو بخير وعلى خير في احوال طيبة وصيحة جيدة ان شاء الله وعيدكم مبارك سعيد باش متمنيتوا ان شاء الله بصحة والسلامة وكان رحب جميع الاخوات اللي انضموا للقناة وكان رحب بالاخوات اللي كانوا معي منذ بداية القناة فكيما كتلاحظوا معي اخواتي اليوم حضرت التقلية وبغيت نشاركها معكم كانوا سبق حضرت التقلية بالحم الراس واليوم ان شاء الله حضرت معكم يعني التقلية عادية للفحم كتجي صراحة الديدة الديدة بزاف ومعلكة فالطياب ديال الفاخر اولا ديال الفحم تي تكون عدو لده وطيبة خاصة كتوجد يعني دغيام ما تتاخذشنا نهائيا وقت طويل فاندوزوا دبا المكونات الطريقة ديال التحضير فاول حاجة خديت يعني الكرشة غصلناها مزيان وحيدنا منها يعني كل شي كتولين قيم زيان خديت المطيب كبيتوا على هاد الكرشة هدي وقدرت معها خمارة ديال الحلوة واحدة صافيو كتتحيد من هديك القشرة الكحلة كلها ما كتبقى في هاتي شي حاجة وصافيو غنخلي هاد الحم هاد يتسقطر مزيان من بعد غدا ناخد هاد الحم غدا نقطعوا واحد القطع اللي يكونوا شوية كبار باش مني كتطيب تتقلية كتجي في التقديم يعني بينها غاطية للعين وكتجي مشوكة لان الحم اللي كنديروه تيطيب تيجمع فهذا هو لاش قطعوا التقلية بهات الشكل هاد قطع كبيرة سواء هاد تقلية هدي او لسواء ديال لبقر فهدي هي الطريقة باش كنا نقطعنا التقلية فده بغد ندوز ندير التوابل عندي نص مع القا صغيرة ديال البصلة بودر ونص مع القا صغيرة ديال التوم هاد وخدمتهم معكم في القناة اخواتي فلما كانش يعني التومة بودر نديرو ثلاثة ديال الدروس ديال التومة عادية ونما كانتش البصلة فما تديروش نهائية للبصلة العادية انا ما تنديرش البصلة العادية غي عندي بصلة بودر فضفت منها واحد شوية درت نص مع القا صغيرة ديال التحميرة ودرت راس مع القا صغيرة ديال العطرية ديال الحم الى كانت موجودة. غدا ندير ورقة ديال سيدنا موسى. ودرت نصف معلقة صغيرة ديال خارقوم عرق. نصف معلقة صغيرة ديال اللي بزار. لان انا غنضيف من بعد نصف معلقة صغيرة ديال الهريسة. نصف معلقة صغيرة ديال سكين جبير او لزنجبيل. ورقة سيدنا موسى. ونديرو حدامة ديال الزعفران الى كانت لما كانش ممكن انكم نديرو الزعفران الحر العادي الى كان. ودرت نصف حامضة مصيرة. انا عندي ديال الحامض مصيبة دار يعني بلدي. نخدم حتى بالحامض العادي. وضفت شوية ديال الملح. نحاولو منكتروش الملح. وبالنسبة للزيز ما غنضيفوش دباح تتقل لانين هاتتقليم زيان. وضفت ربطة ديال اعشاب منسي ما ربعه والمعدنوس. ما طيش شو حدا حكيتها مزيان. وضفت هنا مع القصغيرة ديال مركز طماطم. فلا ما كانش عندنا مطيشة العادية فنديرو غير مركز طماطم فقط. بعد ما تقلات يعني هاتتقليم زيان. طب اضفت الزيت من بعد. سفي وغدا نسد على هاتتقليم. خليها تطيب على راحتها على الفاخر. او لا على البوطة. يعني نفس الطريقة نطيبه حتى على البوطة اخواتي. كيما كتلاحظو معي. فلا طيبنا في المجمر نحاولو نخرجوه بلاصة اللي كيكون ضار فيها شوية البرد. صافي وانطلقها معكم ان شاء الله بعد ما كتطيب هاتتقلية هاتي. كيما كتلاحظو معي اخواتي خليد زيتون حمر. سلقتو. ضروري ما تنسلقو زيتون حمر. زيتون بصفعة ما انا سنسلقو لك. غدا نخضر به. وغدا نضيفو التقلية بعد ما كتكون قربت الطيب. وغدا نضيف الكامون كيما لاحظو ان الكامون مضفتوش في الاول كنضيفو حتى الاخير باش كيبقى محافظ على الطيبة ديالو في الاكل. دائما انا في الكامون كنحاول نضيفو حتى الاخير. فكما كتلاحظو معي هنا اخواتي تبقى هذا الشكل النهائي ديالتقلية. صراحة كتجي لديدة لديدة بزاف خصوصا انها كتتاخذ وقتها الكافي في الطياب على الفاخر. فكتكون فيها وحد لدة مختلفة كنا كان عارفو على ان الطياب ديالفاخر كيجي صراحة بنين بزاف. وقدمنا هزيين تهب القشور ديال الحامض وكيبقى لكم الاختيار اخواتي. فالتقديم فصراحة ان كتجي مع الكا والديدة ونحاولو ما نكتروش الزيت بزاف لان الطقلية لكانت دهنية بزاف فغدا تجيكم ميد ما ممكن اننا ننضيفو مع الزيتون بغينا نضيفو خيزو نديرو خيزو. فهو صراحة ان كيجي اه كيبشي مع الطقلية زوين والديد بزاف. هانتم اخواتي. فكنتمنى اخواتي الفكرة والوصفة البسيطة تكون نالت اعجابكم وان شاء الله تجربوها بصحة وراحة واي حاجة ما واضحاش. اي حاجة منفهوماش مزيان خليوها لي ان شاء الله في التعاليق. نشرحها لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. فكما لحتوا يعني هذا هو علاج قلت لكم نقطع التقلية قطع كبيرة فكتجي في التقديم يعني بين لقطعنا التقلية الطراف صغار فكتجمع مني كتبدأت الطيب وكتدوب ما كتبقاش نهائيا واضحة بزاف هذا وعلاش بهذا انقطع وابات الشكل هده كتجي مزيانة. فكن شكركم اخواتي شكر كبير بزاف بزاف على حسن المتابعة وعلى التعليقات اللي كتخليوا لي وعلى التشجيع ديالكم. فشكرا شكرا لكم اخواتي. لكن اول مرة كتزوروا القناة ما تنسوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يفصلكم ان شاء الله كل جديد تنحطه. مبقى ليه الى نقول لكم بسال الله افراسكم بزاف بزاف و الى لقاء اخر في فيديو اخر في فكرة جديدة.